نقل وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداؤود مندوب جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين التهنئة والمعايدة لمسيحيي الأراضي المقدسة الذين احتفلوا بقداس عيد الميلاد المجيد بحسب التقويم الشرقي وقال الداؤود خلال كلمة ألقاها قبيل الاحتفال أتشرف بأن أكون مندوب جلالة الملك لأحمل لفلسطين تهنئة الهاشميين والأسرة الأردنية الواحدة بميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام ونلتأم في الكنيسة الوطنية العربية الأرثودوكسية أم الكنائس ومهد المحبة والتسامح التي تحتل مكانة عالية في وجداننا وفي التاريخ الكنسي وأشار الداؤود إلى الجهد المنقطع النظير الذي يبذله جلالة الملك عبدالله الثاني في حمل القضية الفلسطينية في كافة المناسبات الوطنية والمحافل العربية والدولية مؤكدا على حق الشعب الفلسطيني بدولتهم على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس الشرقية